الزمالك النهاردة لعب محمد عوات في حراسة المرمى حمزة المسلوسي ناحية المين وحاتم سكر ناحية الشمال الوينش ومحمود علاء في قلب الدفاع في نص الملعب عمر جابر وبيسو ومحمد السيد وفي الخط الهجومي لعب إبراهيم انضاي وسيد نمار وعمار ياسر برضو فيه برضو يعني لعيبة شباب كتير النهاردة في نادي الزمالك ودائما أنا أنا بقول يعني حتى لما قلت كده على نادي الأهلي لما خسر من الإخدود السعودي يعني تجربة وبنجرب بس مجلس نادي الزمالك زعلان وجمهور الزمالك في الإمارات زعلان من سوق الأداء والنتائج برضو كانوا بيتعشموا ان الفرقة تعمل أو تظهر بشكل أفضل من كده فيه بقى بعض الأخبار عن نادي الزمالك فيه مدرب بلجيكي غير المدرب اللي هو هوفكنز الأولاني ده اللي أنا قلتلكه عليه لا فيه مدرب تاني كان ماسك اسمه توم ستيفن كان ماسك منتخب جامبيا في بطولة أفريقيا ففيه أحد وكلاء المدربين مرشحه عشان يدرب نادي الزمالك في الفترة القادمة اسمه توم ستيفن ده مدرب منتخب جامبيا وبرضو بلجيكي الجنسية وفيه أحد وكلاء المدربين مرشحينه على مجلس إدارة نادي الزمالك الزمالك هيشتري في الفترة دي فترة الانتقالات الشتوية من أربع إلى خمس لعبين من أربع إلى خمس لعبين الزمالك زي ما قلتلكم بارح وقع مع كريم العراقي وقع مع مهاب ياسر وقع مع إلياس الجلاصي لاعب نادي المصري اللاعب التونسي وعايز ناصر ماهر أو عبدالله السعيد وطبعا لسه اللعبة دي كلها مرتبطة بأندية مهاب ياسر خلاص الزمالك قد الاستغناء بتاعته من نادي الداخلية بس فيه انقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك فيه البعض مرحب بالتعاقد مع مهاب ياسر لعب الداخلية وفيه بعض أو أحد أعضاء مجلس الإدارة رفض تماما فكرة التعاقد مع مهاب ياسر بقولوكم فيه انقسام الفترة اللي فاتت واضح جدا في مجلس إدارة نادي الزمالك مش عايز أقول أسماء ولكن فيه يعني إيه جبهتين جبها شغالة في طريق وجبها التانية في طريق مختلف وده ما ينفعش يعني حتى برضو يعني الزمالك أنا كنت قلت لكم الفترة اللي فاته انه اتفق مع فينجادة مدرب البرتغالي عشان يدرب الزمالك واتفقوا معاه على الفلوس 30 ألف دولار أو 30 ألف يورو وكان خلاص ناقص التكت تتبيعت عشان فينجادة ييجي من البرتغال برضو فيه أحد أعضاء مجلس الإدارة رفض تماما وعارض وبالتالي الموضوع وقف الموضوع اللي مزعلني إيه مش مشكلة أن حد يرفض طبيعي أنه هم يبقوا على التربيزة كل واحد ليه وجهة نظره ما فيش مشكلة وفي الآخر بنمشي برأي الأغلبية لكن فيه انقسام ومش اختلاف بقى في وجهة النظر لأ زي ما تقولوا كده فيه مشاكل داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أتمنى اللي لسه كنا بنقول يعني الانتخابات كانت قريبة والمجلس نجح والمجلس قدر يعني يخرج نادي الزمالك من مشكلة وقزمة القيد وفك القيد بعد مشكلة كبيرة جدا أتمنى انقسامات والخلافات الصغيرة دي يعني تنتهي أو الناس تقعد مع بعض وتشوف لكن فيه انقسام وبعد شوية هقول لكم بقى بالأسماء بس أنا مش عايزة أتكلم دلوقتي يعني أتمنى أن الناس يعني تقعد مع بعض عشان النادي ينهض والدنيا تمشي بشكل كويس جدا يعني ملهاش لازم خالص الخلافات اللي موجودة مهم يعني فمهاب ياسر خلص خلص في الزمالك وقع وجابه الاستغناء بتاعته من نادي الداخلية بس فيه أحد أعضاء مجلس إدارة في نادي الزمالك رافض انضمام مهاب ياسر البعض الآخر رافض أو البعض الآخر موافق على واتفقوا خلص مع مهاب ياسر كمان لسه فيه مشكلة في موضوع ده مهاب ياسر طبعا لعب الداخلية اللي الزمالك تعاقد معاه وخلص الاستغناء بتاعته من نادي الداخلية بالنسبة للموضوع كريم العراقي كريم العراقي وقع لنادي الزمالك وداخل أحد المكاتب يعني في المقر نادي الزمالك ولكن فيه مشكلة أن النادي المصري عايز الزناري مصطفى الزناري ومحمد طارق وفلوس عشان يدي الزمالك كريم العراقي وكريم العراقي زعلان من إدارة المصري ويعني بيطالب إدارة المصري أن هم يسيبوه ويدوه الفرصة أنه يرحل إلى نادي الزمالك ولكن لسه الأمور يعني ما حصلش اتفاق نهائي ما بين إدارة الزمالك وإدارة النادي المصري في موضوع كريم العراقي في موضوع بقى الياس الجلاصي اللاعب التونسي المصري عايز يستفيد من عائد بيعه بأحسن صورة أو بأكبر مبلغ ممكن بأكبر مبلغ ممكن فبرضه لسه الياس الجلاصي وقع في الزمالك بس لسه النادي المصري يعني ما وفقش على بيعه أو مداش مبلغ لسه لنادي الزمالك خصوانا الياس الجلاصي اعتقد أن عقده حينتهي بعد ست شهور مع النادي المصري وهيبقى فريه ففيه برضو كلام في إدارة الزمالك يقولك بدل مدفع فلوس كتير لنادي المصري طب ما أنا أستنى شوية وأخذ الياس الجلاصي بعد ما عقده ينتهي مع نادي الزمالك ده وكريم العراقي برضو لقصه ست شهور في عقده وكريم العراقي وقع على عقد لمدة ثلاث سنين ونص برضو داخل نادي الزمالك يعني دي الأخبار الموجودة بالنسبة لنادي الزمالك